نبدأ الأول بإيه بالعقيدة تمام إحنا بمناسبة العقيدة إحنا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف إحنا تم إصدار كتاب في العقيدة سهل وبسيط إحنا بنحك في العقيدة السهلة والبسيطة اللي ما فيهاش أي عقد وما فيهاش أي تعقدات اللي بيقولك ربنا واحد وربنا أرسلين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم والصنة بتاعت حضرت النبي الواضحة اللي ما فيهاش أي غموض وما فيهاش أي مشكلة وإحنا لازم نؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا الوصول عشان خاطر إحنا نعرفه المختصر الكافي داك من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف في عقيدة صافية مصفقة كتاب صغير كده لكن فيه خلاصة وعصارة ما يحتاجه أي إنسان مسلم على وجه الأرض بدون أي تعقيدات وبدون أي مشاكل هو مختصر شافي كافي في العقيدة الصافية حيث أبدأ من العائلة الصغيرة في المدارس خالص خالص إحنا لما بالنسبة العائلة الصغيرة دي إحنا بقى بدء فتح المساجد والبرنامج تسقيفي موجود حالياً للأطفال في الصيف عملنا البرنامج ده والحمد الله يعني كان في أكثر من يعني ما يقل من سبع تلاف مسجد على مستوى الجمهورية مع دخول المدارس إحنا قلنا عشان خطر ضغط المدرسة نخليه يوم واحد في الأسبوع لكن الأسبوع الماضي جاءتنا رسال كثيرة جداً من أولياء الأمور لا إحنا محتاجين يومين في الأسبوع من الإمام بتاعنا الجميل ده عشان خطر لأنه هو بيعلم ولادنا إزاي من الغرائب واللطائف اللي جات لنا أن كان فيه واحد ولي أمر بيقول أنا أول مرة ابني كان دايماً وأبداً نجيب التاب أو المحمول ويشوف اللعبة الفلانية والحاجة الفلانية يجي البيت يقولي يا بابا إحنا خدنا النهار ده مثلاً حاجة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح الغار فأنا بس عايزك تبحث لي كده هوتي طريق الهجرة هاتلي طريق الهجرة كده على جوجل أشوف مثلاً حضر النبي ماشى من مكة إلى المدينة قد إيه عشان أيسي المسافة ويشوف أنه إزاي هو تعب عشان خطرنا عملوا مجسم في أيام الحج مجسم للكعبة وكانت الأولاد بتطوف حواليه أول مرة في تاريخ الأوقاف كلها يبقى فيه مسرح رائس للأطفال في المسجد حاجة غير عادية وغير خيالية وغير لو اتعاملت قبل كده أكرنا ما كنا نكفر يقول لك ده ده تكفريين دولا عملوا فيه مسرح رائس للأطفال إن شاء الله يوم الخميس القادم ده في القاهرة موجود جدا الأطفال النهاردة الإمام ده يبقى فيه في أحد المساجد في القاهرة أقول لك على إيه أنا مش فكر إيه اسم يعني على يوم الخميس يبقى حتى بعت لنا وإحنا هنقول موجود إحنا أسبوعيا موجود بناخد الأطفال نوديهم الإمام والواعزات بيروح حديقة الحيوان بنعمل لهم عسكر تسطيفي في الإسكندرية هو فيه إمام بيعمل رحلة هو الإمام بيروح رحلات كده يعني آه يروح يبقى حلو يروح ويأخذ الأطفال يا سلم سلم ده إمام عصري بقى متطور ده إمام فاهم ليه بقى؟ عشان بدأت الأوقاف في البداية هي مرازلتش في أول حاجة لازم تأهيل الآن المساجد مبنى ومعنى أنا منفحش أطور المسجد والبناية بتاعته الساجد قبل المساجد أنا أطور الإمام الأول إزاي يتعامل مع الجمهور إزاي يتعامل مع الأطفال إزاي النهاردة الأطفال النهاردة بتدخل المسجد بتطلح تجير على الإمام تقبل إيده لأنه هو حد منه مش أنه هو مثلا بنظره ده حلال ده حرام هتخش النار لا ما أصبحش كانت أصبحت المساجد النهاردة منارة تسقفية حضرتك النهاردة المساجد فيها يعني مجالس إقراء فيها مجالس إفتاء الكلام اللي بقوله ده أئمة وعزات يعني أئمة والوعزات لتنين مجالس إقراء مجالس إفتاء مجالس كبار القراء عندنا مقراء في سن الحسين يوم السبت إن شاء الله ساعة 10 صبح كبار قراء مصر اللي إحنا كنا بنشوفهم في التلفزيون ونسمع عليهم الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني لأن النهاردة أصبحوا كله مجتمع في مقراءة كبار القراء للجمهور العادي اللي عامناها الوقافة عندنا النهاردة أكتر من ما يقول من 3000 مقراءة للجمهور الإمام بيجلس بعد العصر والناس بتقعد تسمع عندنا بعد الفجر كبار القراء مشيخنا الأفاضل الدكتور نعينة والشيخ طروطي والشيخ خشت كل بعد صلاة الفجر بيصال الفجر ويعمل مقراءة للناس العادية هناك في الحسين في الحسين وفي كل واحد جمي بيتوا بيعمل حسين الحسين يوم السبت إن شاء الله بيزن الله بنعمل اتهالات جميلة جدا احنا بنجيب ناس في المسجد بتعمل اتهال عظيم جدا ورائع جدا روحانية جميلة تعملها في الإنسان حضرتك لو تشوف المساجد وهي ممتلئة في الأسابيع الثقافية فوق لألف واحد بيبقوا موجودين في المسجد راحين مستنيين العلم مستنيين الحاجات الجميلة اللي ما كانوش عارفين عن الإسلام بتاعنا الجميل الإسلام بتاعنا الدين جميل جدا جدا بس المشكلة يعني ما هو مسجد رأيس يزيش كلام عن تجديد خطاب الدين وأحد يقول لك الناس هون تهجبوا دين جديد انتوا عايزين نغيروا الدين لأ هو كده الموضوع الحكس ما حد بيغير الدين إزاي إحنا نفهم الدين بتاعنا لأنه دين جميل جدا